السلام عليكم شباب أتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم شاء الله سنحاول نرى ما هي ومدوزه أوتوماتيكما لبير دو ديستريبيسيان نظرا أن بزاف ديال الوليدات و ديال الاستاجار عندهم مشكل ونبو ديال هاد المسألة ديال بير دو ديستريبيسيان ما كيفهموش مزيان و كيلقوا إشكال خوصا في الامتيحان كيلقوا بزاف ديال الأخطاء بالنسبة للإستاجار كيلقوا بزاف ديال الأخطاء في هاد ليبير دو ديستريبيسيون مع العلم أنهو مصعبش بزاف نبدو ب ديستريبيسيون شنا هي بعدها ديستريبيسيون نعرفوها و أوتوماتيكمون دوزول ليبير ديستريبيسيون هي أننا كنفرقو الحركة ما بين الاربراكام و الفي البروكام أن الحركة ديال الموطور اللي غا تكون نتيجة الكمبيسيون اللي غا تكون عدنا في الموطور أن البستو غي هبطو غا يضورينا الفي البروكام غا يدلين واحد الموفمو أو نيفو ديال الفي البروكام ولكن ديك الموفمو خصتكون سينكرونيزي مع الاربراكام اللي غا تحلينا وتسدلينا لسوباب لكن عارفو أن الاربراكام هي المسؤولة أنها تكون منضينا لسوباب في الوفيرتوق و الفي غميتوق ديالهم ولكن دوك اللي سوباب باش يتحركوا باش يتحركوا يعني تحلوا و تسدوا خصهم الاربراكام و الاربراكام باش تدور خاصة جي هالموفمو منين غا نجيبوا لي هالموفمو من الفي البروكام طبئة حال يعني خاصنا واحد رابط اللي غير بطلنا الاربراكام مع الفي البروكام اللي هوا كتكون يا إما سوف فورم ديال كوروة لشكل كوروة دوستخبريجيون ولشكل كنجو لو دوزيام طيب اللي هوا كيكونوا بدنا بينيوات وواحد كي يعطي الواحد تكونوا بسوط الحركة بين الفي البروكام و الاربراكام ولا كتكون عندنا شين اللي هي سنسلة لاشان كنقول لاشان هي بدرجة حنا كنقول السلسلة ولكن الأغلبية ديال الحلايفية ولا ديال المعلمين كيقولوا لاشان على الكروة هذا غلط الكروة هي اللي كتكون أون كو تشو كتكون من المطاطة يعني مصنوعة من المطاطة احنا عارف الكروة شنا هي ولكن لاشان هي عبارة على السلسلة سلسلة زائد تي بلاخون اللي هو كيكون عدنا بينيوات وكين مصنعين اللي كيختاروا انهم يديروا يعني الخالات ميكس ما بين الكروة ولا ما بين لاشان وديبينيو بالنسبة للا ديستخيبيسيون كيما قلنا خاصها ضروري انها تحقق واحد مسألة ضرورية اللي هي لسنكرونيزاسيون كن قولو للا ديستخيبيسيون خصا تكون مكاليا لكالاج ديستخيبيسيون لكالاج ديستخيبيسيون يعني اش يعني ان الاربراكام معا الفيلبروكا ومعا لابم دانجيكسيون في الموتور ديازل خاصهم يكونوا محقين واحد تناسق واحد تحقق من حيث الموضع ديالهم باش نقدرو نحقو لكاتر التون يكونوا مزيانين في شاك سيلاندر شاك سيلاندر سيديل لنا لكاتر التون بالاوورتور والفرمتور ديالي سوباب معا البوزيشيون ديال البستون اللي هو كاتتحكم فيه بطبيعة الحال يعني الفيلبروكا الموضع ديال الفيلبروكا يعني التناسق والتحقيق ديال لكاتر التون في شاك سيلاندر كان ضمنوه بالكالاج ديال لديستخيبشيون ويمكن نحق نديرو واحد يعني واحد الحيثة ولا واحد الحلقة إن شاء الله نفصلو فيها كيفاش كان ديرو لكالاج ديال لديستخيبشيون ندوزو دابال موضع الاساسي ديالنا دياليوم اللي هو اللي پير ديستخيبشيون ولا اللي پير سيركولار ديستخيبشيون اشكيه نيك؟ نورمان مو كان مثلو كان مثلو الموضع هو عبارة على واحد دياجرام واحد اللي بيوغ دائرة دائرة كان مثلو فيها الموضع ديال لسوباب بليزافونس و بليغوطا مع الموضع وممتو مع الموضع ديال الفيلبروكا في الغيال مو إذا بدنا نفهمها حقيقة ما هو في الغيالي تايب حيث نشوفو البولي البولي ديال الفيلبروكا ديك البولي ديال الفيلبروكا من القدام هي هاد دائرة هادي و لكن ديك البولي كان نزيدون مثلو فيها الموضع ديالي سوباب يعني الموضع ديال نقلو عدة يجب الأعلى و ألتحاولم من القدام النق Little الموضع الحيث نظهر لك الموضع التطبيق الموضع ديال الفيلبروكا يجب tänkerہ من الموضع من الموضع في البروكار سوف نمثل فيه الموضع سوف يكون لدينا الموضع أو كيف سوف يكون لدينا الموضع في شكل طول من بين 4 طول نبدأ نحن نقوم بعمل بحالة شكل هذا ونحن نحن نقوم بعمل من الأحسن أن نقوم بعمل 4 طول كما نبين في هذه الصورة كي نلونهم ويكونوا بينين وواضحين 4 طول كما نرسمو البيست التي يجري فيهم رياضيين في الحلابة السباق كل طول سوف نقوم بعمل نتيجة لهذا الساكل الذي نرسمنا به أو انطلاقاً بهذا الساكل الذي نرسمنا في هذه الدائرة هذه كما نقوم بعمل لدينا المعلم الوسطاني التي تكون لدينا بطبيعة الحال لدينا في أقصى نقطة في السيلاندر نميغو 1 يكون ضاير الفي بروكا في PMH ويكون لدينا البستان دائرة على نظر اليوم وهنا بالنظر الذي يجب تحدث بما الاسفين ؟ في الانطلاق على نظر في الفي بروكا يتحدث للسلاندر نميغو 1 ويقوم بإمكانك ترى الصفحة الثلاثة التي يتجب عليكم هو الفلاش دي الموتور نبدأ بأول طول طول قد نرسم طول قد نرسم قد نرسم يجب أن نقوم بتحديد المعلمات و النهاية يجب أن نقوم بتحديد المعلمات تحديد المعلمات من المعلمات cioè الفلیش لا شيء موجود إذا لم يصل الـ PMH سوف يبدأ في الـ Overture ومدام أنها تحللت قبل أن يصل الـ PMH سوف يسميه الـ Avance Overture Admission ويكون لديها قيمة على حساب المصنع ويسميها Avance Overture Admission سوف يعد لدينا مرة أخرى ويقوم بالـ PMH سوف يصل الـ PMH ولكن سوف يصل الـ PMH سوف يصل الـ PMH سوف يصل الـ PMH سوف يكون لديها الـ Overture ولذلك سوف يكون لدينا الـ Overture الزاوية الروتار هي اللي مابين الـ PMB و الروتار فرميتور أدميسيون هادي كنسميوها روتار لانغل دو روتار فرميتور سوباب أدميسيون RFA كنرمزونا بRFA هنا عادة سالينا إلا قلت لك أنا مثلا بحسب ليه لطن دادميسيون إلا بريد تحسب لطن دادميسيون خاصك تحسب هادك هادك الزاوية كول اللي درنا هنا باللون الأزرق يعني من بداية يعني لوفيرتور الحلان ديال السوباب أدميسيون حتى غادي تسد يعني غادي تستقرق هادك المدة كاملة اللي الفيبروكا غادي تدور هادك الزاوية كاملة إلا بغينا نحسبوها باش كنبدا وعدنا الزاوية اللي بينا و احنا عارفينها اللي هي نصف دائرة نصف دائرة في المات هي 180 درجة احنا عارفين أن النصف دائرة هي 180 دقري 180 دقري هي ونزيد عليها الحلان دعوية اللي زنديل لابانس او فيغتور ادميسيون ونزيد عليها اللي هي الزاوية اللي هي أخيرة أخير أخير اللي هي روتار يجب أن تتعرف 180 و يجب أن تتعرف القيمة الأفضل و القيمة الأفضل لكي تتعرف ماذا ستغرق ندازل الثاني وهو التون التون سيبدأ حتى تسد سيبدأ بطبيعة الحال الطول المبعد هو الكمبريسون ولكن لا يبدأ حتى تسد السوء لكي يكون لدي ضغط فهو سيكون ثاني فهو سيبدأ لذلك لا يبدأ حتى تسد السوء لأنه سيكون سيستغرق لكي نعطي تحديد إمعج فهو سيكون نعطي مع بسيطات و سيكون أخبار بسيطات 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 واحدة لدينا الزاوية للأفنس على الإيماج هذه الزاوية للأفنس على الإيماج نعتبره بأن الكمبريسيون في هذه اللحظة سهلة سوف يبدلون الطويل ولكن يجب أن نحسب الكمبريسيون هنا باللون البرتقالي الورانج كيف سوف نحسب هذا الزاوية الذي يكون لديه باللون البرتقالي كيف سوف نحسبه؟ نحن نعرف النص قلنا النص في دائرة هو 180 180 يجب أن نعرف أن هذا الزاوية للأفنس على الإيماج وعندي أصلا يجب أن يكون عندي روتار في الميتور أدميسيون نحيد الروتار في الميتور أدميسيون ونحيد الأفنس على الإيماج من 180 لكي نلقى التنمية أما أن هذا الزاوية طوال سوف يبدأ من الأفنس على الإيماج حيث أن يكون تركيز الهاتف من الأطريق لإعطي الله إلى الأداء وإنهار يكون من الأحمر في عدد اللحفرة الى اللحفرة للاختيار من التدخل الذي سيدها كان يتوقن أمام باقي يضيط يضيط وقت ما هي احتراق عندما تدخلت في ترواز يامتون في الترواز يامتون و الأن لا يمتلك لدي ترواز يامتون حتى يتدخلين نتروا الى شابمو وخisedوا إلى الأشكال وقمنا بعلنا وف Ray Joanne وقام بلنا وصدق estas نقطة الدنيا وولا تكون لدي وحدي الأضوار او اشاب من قبل من البمب تسمى الأضوار نحن 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 نعرف تحديدها ومعرفه 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 وكما تحسب الطوازيام الطن وكانت معرفه الأولى وتعرف عندك الابانس على اليماج ديجا عرفته من الدوزيام الطن عندك مئة وثمانين ستنقص منها الابانس اوفيرتور ايشابمو اللي محيدة لك من نصف دائرة و ستزيد على يدك شليزي ديال الابانس على اليماج باش تلقي تروازيام الطن ديال الكمبيسيون ديتونت اللي هو باللون الأحمر الكاتر خيام الطن اللي هو الاشابمو اللي هو الاشابمو اللي هو احنا عارفة البداية دياله من البداية دياله وفيرتور ديال الاشابمو ديال السوباب ايشابمو و ما غينتهي حتى غادي تسد السوباب ايشابمو هنا كنقول انا خصينا عارفة التانية الروتار فيرميتور ايشابمو حيط الاشابمو خاع البيستو غيوصل با ام اش ما غيتسد إلا بعد واحد زاوية معينة يعني غا يكون عدي روتار فيرميتور ايشابمو يعني باش نحسب عود تاني الاشابمو خاصني هاني مئة وثمانين بين اللي هي النصف دائرة الايصر و غا نزيد عليها ذاك الزاوية اللي هي الزاوية اللي هي الزاوية اللي هي الزاوية اللي هي الروتار فيرميتور ايشابمو وهذا هو البرد ديستريبيسيون سواء تطلب منكم انكم تحدو الزاوية يعني تعطاكم البرد وقال لكم رسمو الزاوية ولا يعطاوكم يعني اللي هي الزاوية خاصة تعرف ترسم وتعرف تحدد الزاوية يعني سواء خصوصا بالنصف دائرة يعني النصف دائرة تكون عندك باش تحدد الزاوية يكونهم بدقة يعني ربما تكون خمسة واربعين دوغري أو خمسة عشر دوغري على حساب كل زاوية بالدوغري يعني يكون عندك نصف دائرة باش تقدر انك تحدد الزاوية بدقة ولا تطلب منك انك تحسب بهذه الطريقة هذي انك تعقل على كل طن كيفاش كنقدروا نحسبوه انطلاقا من البرد ديستريبيسيون نتمنى ان هذا الفيديو لهذا الدرس يكون مفيد لجميع وحيد الاشكال الكتير او المتكرر عند الاستاجر في هاد المسألة ديال ديستريبيسيون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى درس قادم إن شاء الله